مرحبا شباب قامت ابل بتنزيل تحديد جديد ايوي السبعة عشر نقطة اثنان رسميا للجميع لجميع الاجهزة التي تدعم ايوي السبعة عشر هذا التحديد يأتي تقريبا بسبعة وعشرون ميزة جديدة سأشاركها معكم في هذا الفيديو وبناء على طلبكم وحتى لا يكون الفيديو طويل سأستعرض معكم المميزات بسرعة ولا نطيل في شرح كل ميزة على حدة اول شيء لو نذهب الى الاعدادات ثم نذهب الى عام ثم حول عندنا تحديد جديد على مستوى البرنامج التابت للمودم وهذا سوف يصلح للاخوة الذين عندهم انقطاع في الواي فاي او الضعف في شبكة الواي فاي او الفور جي او الفايف جي الميزة الموالية لو نذهب الى الاعدادات ثم ندخل على عام ثم ندخل على البت السريع والتسليم هنا عندنا بعض المميزات الجديدة الاولى وهي هذه الخاصية التسليم حيث الان يمكنك ان تبدأ ارسال ملف عبر الاربلاي ويمكنك ان تغادر وتواصل ارساله عن طريق الانترنت ولن تحتاج الباقاء بجانب ذلك الجهاز الاخر وايضا عندنا ميزة تانية وهي مستقبل البت السريع وهي خاصة ببت المحتوى او مشاركته مع ندارات ابل التي ستأتي بعد شهر او شهرين ابل فيجن برو يمكنك ان تبدأ مباشرة الشيء الذي تراه عبر ندارات الى ايفونك لو تفعيل هذه الميزة ايضا اخيرا توصلنا بتطبيق اليوميات او تطبيق جورنل الذي شركته ابل في المؤتمر وهذا التطبيق طبعا سوف يساعدك في تدوين يومياتك بشكل تلقائي سوف يقترح عليك الاماكن التي تذهب اليها الاغاني التي استمعت اليها الاشخاص التي تكلمت معهم بطريقة تلقائية حتى تدوين بها يومياتك وهذا التطبيق ايضا عنده اعدادات جديدة ونذهب الى الاعدادات ثم ننزل الاسفل سوف نجد من هنا تطبيق اليوميات حيث يمكننا التغيير في الاعدادات الخاصة به يمكنك ان تقوم باقفال اليوميات بكلمة سير والفيس اي دي وايضا بعض الاعدادات اخرى التي يمكنك اكتشافها من ايفونك ايضا بالنسبة الاخوة الذين عندهم الايفون 15 برو او 15 برو ماكس في زر الاجراءات عندنا اختيار جديد وهو اختيار الترجمة حيث لو قمت باختياري الان لو تضغط ضغطة مطولة على زر الاجراءات سوف تعطيك هذه الخاصية الخاصة بالترجمة تظهر بشكل جميل وكما تشاهدون تتعرف على الكلام الخاص به وتترجمه الى اللغة التي اخترت وذكرا على الايفون 15 هناك ايضا ميزة جديدة داخل الكاميرا لو نذهب الى الاعدادات ثم ندخل على الكاميرا ثم ندخل على التنسيقات ننزل الاسفل عندنا هذه الخاصية الخاصة بالفيديو المكاني لأبل فيجن برو حيث نظارات ابل التي ستنزل قريبا يمكنك الان بتفعيلها لو تذهب على الكاميرا ثم تدخل على الفيديو كما تشاهدون سوف تعطينا هذه الايقونة الجديدة والتي لو قمنا بتفعيلها وتصورنا فيديو سوف يكون على شكل فيديو 3D او 3 الابعاد يمكنك ان تشاهده في نظارات ابل بشكل 3 الابعاد وذكرا على الكاميرا في جميع الايفونات في 17.2 تم تحسين التركيز التلقائي في خاصية التلفوتو يعني في 2 او في 3 التركيز التلقائي على الاشياء سوف يكون افضل واسرع من التحديثات السابقة ايضا عندنا اعدادات جديدة ونذهب الى الاعدادات ثم ندخل على الهاتف او الفيس تايم فيهم نفس الميزة الجديدة سادخل على الهاتف ثم هنا سوف نجد هذه الميزة الجديدة مشاركة الاسم والصورة لو ندخل عليها سوف يعطيك صلاحية اختيار اذا تريد ان تشارك اسمك والصورة التي تختارها مع الاشخاص التي تقوم بالاتصال بهم او يتصلون بك عندهم ايفون ايضا يمكنك الان ان تختار اذا تريد مشاركتهم الصورة والاسم الخاص بك او يظهر فقط رأمك بالشكل الطبيعي بالنسبة الاخوة الذين يستخدمون تطبيق الفيس تايم من اجل مكالمات فيديو الان لو عندك شخص عامل له بلوك في لائحة الاسماء عندك وكنت على اتصال مع شخص اخر وذلك الشخص قام بدعوة الشخص الذي انت عامل له بلوك للمكالمة سوف يتم اخبارك برسالة تقول لك على انه الشخص الذي انت عامل له بلوك يحاول الدخول الى تلك المكالمة يمكنك ان تخرج او تبقى في تلك المكالمة ايضا عندنا ميزة انتظرتمها منذ مدك طويلة جدا منذ نزول ايواء السبعة عشر لو نذهب الى الاعدادات ثم ندخل على الاصوات والحس اللمسي ننزل قليلا لاسفل عندنا هنا التنبيهات الافتراضية هذه الخاصية سوف تساعدك من تغيير النغمة الخاصة بالاشعارات التي تأتيك من تطبيقات الطرف الثالث مثل انستغرام وفيسبوك العديد من الاخوة لم تعجبهم النغمة التي تم تغييرها في ايواء السبعة عشر الان يمكنك تغييرها باضافة النغمة القديمة وعندك ايضا الكثير من النغمات واذا عندك ميزة اخرى وهي الحس اللمسي حيث يمكنك تغيير الاتزاز الذي يجري في ايفونك لما تتوصل باشعار جديد من هذه التطبيقات عندك بعض الاختيارات من هنا او يمكنك ان تختار اهتزاز خاص بك تقوم بانشائه من هذا الاختيار عندنا ايضا ميزة اخرى لو نذهب الى الاعدادات ثم ندخل على الخصوصية والامن ننزل الاسفل عندنا هذا الخيار الخاص بتحذير المحتوى الحسس تعرفونه جميعا يحدرك اذا هنالك صور خليعة تتوصل بها عبر الرسائل قبل ما تشاهده تم اضافة اليه مميزات جديدة وهو انه الان سوف يحدرك لو احد الاشخاص قام بارسال لك ستيكر داخل تطبيقات الرسائل وتلك الستيكر فيها محتوى خليع او غير محترم سوف يحدرك قبل ما يظهر ذلك الستيكر وايضا لو اتصل بك شخص او ارسل لك رسالة وصورته الشخصية فيها عري اعزكم الله او اي شيء مخل الادب سوف يتم اخفاؤها واعطاؤك رسالة اذا تريد اظهارها او ان تقوم بتجاهل ذلك ايضا عندنا تغيير في الاب ستور لو ندخل على الاب ستور ثم تدخل على الالعاب او التطبيقات هنا في الاعلى عندنا اقسام جديدة تقسم لك التطبيقات كما تشاهدون عندك على سبيل المتاع الالعاب عندك حركة واكشن عندك السباق استراتيجية الغاز عندك اقسام يمكنك ان تضغط عليها وتطلع لك فقط تلك الالعاب التي في ذلك القسم نفس الشيء بخصوص التطبيقات كما تشاهدون التواصل الاجتماعي نمط حياة صور وفيديو هذه الاقسام لم تكن متوفرة في السابق تم اضافتها في هذا التعديد الج ايضا عندنا ميزة تم اضافة وها ميزة حماية مهمة لو ندخل على الاعدادات ثم ندخل على قسم الاي كلاود ننزل لأسفل اللائحة عندنا هذه الخاصية الجديدة التحقق من مفتاح جهة الاتصال لو ندخل عليها ونقوم بتفعيلها هذه الميزة سوف تساعدك لما تتكلم مع شخص داخل تطبيق الاي ميسج من اجل ان تتأكد على انك تتكلم مع ذلك الشخص الموجود في لائحة الاسماء عندك ولا يكون شخص اخر تظن على انه ذلك الشخص وتشارك معه معلومات حساسة. ايضا عندنا ويتجت جديدة في هذا التحديد تلات ويتجت جديدة خاصة بتطبيق التقس الاولى خاصة بالشروق والغروب التانية خاصة بدرجة الحرارة في كل الاسبوع كانت في السابق تعطيك فقط درجة الحرارة الحالية الان يمكنك اضافة هذا الوجت الذي يعتك درجة الحرارة الخاصة بالاسبوع الكامل وأيضا عندنا ويدجة ثالث خاص بالهطول والرياح وبعض البعلومات الخاصة بالتقس وأيضا عندنا ويدجة جديد خاص بالساعة المتواجدة في الآيفون ويدجة رقمي يظهر الساعة على شكل أرقام وبخادية الخلفية البيضاء يظهر بشكل جميل وذكرى على تطبيق التقس هناك أيضا فيه تغيير مهم لو ننزل قليلا للأسفل كما تشاهدون هنا عندنا قسم خاص بالقمر لو ندخل عليه سوف يعطيك القمر على طول الشهر كيف سيكون يعني سيكون مملوء أو نصف مملوء في كل يوم هذه الميزة لم تكن أيضا متواجدة في التحديثات السابقة أيضا بالنسبة للإخوة الذين عندهم الآيفونات 13 والآيفونات 14 تم الآن دعم هذه الآيفونات بالشحن اللاسلكي من نوع QI2 مثل شواحن السامسونج وبقي الشواحن الأخرى وهذا الدعم سوف تستفيد من هذه الآيفونات في الشحن السريع الذي لم يكن مدعوم فيها في السابق كانت تدعمها فقط شواحن أبل اللاسلكية من ناحية الشحن السريع أيضا الملفات PDF في هذا التحديث وفوق تدعم ملء البيانات بطريقة تلقائية لو عندك ملف PDF يطلب منك ملء الاسم والعنوان ورقم الهاتف فيمكنك الآن أن تملأ تلك المعلومات بطريقة تلقائية من داخل ذلك الملف سوف يتعرف عليها الآيفون ويعطيك اقتراحات من أجل ملئها بطريقة تلقائية أيضا لو نذهب إلى الإعدادات ثم نذهب على عام ثم نذهب على لوحة المفاتيح ننزل الأسفل عندنا هذه الميزة الجديدة وهي إظهار التوقعات مضمنة تعرفون في آيوة السبعة عشر لما تكون تكتب بالكيبورد يحاول أن يتعرف على الكلمات القادمة يظهرها لك في المكان الذي تكتب فيه وليس في الكيبورد إذا كانت تزعجك هذه الميزة يمكنك أن تزيل تفعيلها من هذا الزر وأيضا في لوحة المفاتيح لو نذهب على لوحة المفاتيح ثم إضافة لوحة مفاتيح جديدة نكتب من هنا سامي هذه اللغات تم إضافتها لغات جديدة خاصة بلغة السامي لم تكن متوفرة فيها السابق أيضا سيري الآن يمكنها الولوج إلى معلوماتك الصحية في تطبيق الصحة الخاص بالآيفون يمكنك الآن أن تسأل سيري حول صحتك وتجلب المعلومات من داخل تطبيق الصحة وأيضا يمكنها أن تضيف معلومات داخل تطبيق الصحة على سبيل المثال يمكنك أن تقول لها غيري وزني من كذا إلى كذا أو أي شيء خاص بتطبيق الصحة يمكنها الآن الولوج إلى تلك المعلومات أيضا الآن داخل تطبيق الرسائل تطبيق آي ميسج يمكنك أن تعمل ردة فعل على الرسائل التي تتوصل بها بستيكر وليس فقط كما في السابق كان فقط لايك وديس لايك وقلب يمكنك الآن أن تضيف ملصق إلى تلك الرسالة وسوف يتم إضافته فوق تلك الرسالة لما تكون تضيف ميموجي جديد بك وتقوم باختيار تسريحة الشعر والحواجب والعيون وكل شيء تم إضافة قسم جديد وهو من هنا سوف نجده الجسد الآن يمكنك أيضا أن تختار الجسد الخاص بك هناك الأجساد الخاصة بالنساء والرجال وجميع الأجساد سوف تشهدها من هنا في هذا التحديد وهذه كانت بخلاصة جميع المميزات والتغييرات الجديدة أخبروني إذا أعجبتكم طريقة الشرح بسرعة أو نعود للشرح المفصل وإذا فاتك فيديو يوم أمس أدوات ذكا إصطناعي رهيبة جدا لمستخدمي الآيفون اضغط على الفيديو من هنا لمشاهدتها بدون شك ستعجبك ولا تنسى لايك وتأكد أنك مشترك قبل المغادرة ليصلك كل جديد في عالم الآيفون أول بأول نلتقي غدا في فيديو جديد سلام